صباح النور مشاهدينا مهرجان بايكود للرقص المعاصر بالدورة السادسة عشر هو محطة سنوية تنطلق من بيروت ومن تنظيم مقامات للرقص المعاصر وكل عام يجتمع عدد من الراكسين وفرق الراكس من حول العالم لتقديم عروض منوعة على خشبة مسارح لبنانية لكن اليوم مع جائحة كورونا اختلف الوضع خطة بديلة يكون فيها القيمين على المهرجة فما هي لنعرف تفاصيل اكثر نصدف معنا عبر سكايب من مدينة اليوم الفرنسية مدير ومنظم المهرجان عمر راجح صباح النور عمر عم تسمعني معيك اه لا عم تسمعك كيف اكترمني مساء اليوم تنطلق عروض على مسرح اليوم في فرنسا بدل بيروت متاحة للمشاهدين على موقع موقع الالكتروني كيف تمت هذه المبادرة الفكرة طبعا المهرجان موجود بيصير كل سنة بنسان ولكن هذه السنة اضطرنا نأجله خمس مرات بس فيه اسرار انه ما تخلص سنة الالفان وعشرين بدون منع من المهرجان لانه المهرجان بنعمل مع الفنانين مع فرق عندهم شي يقولوا بتصور كلنا اليوم بهيدا الوضع في كتير قصص الاولى المشروع اللي بدي يقوله الديجيتل أو ستان دوت لايف هو مشروع لا يبقى مزبوط له على اليمكن اليوم عم نستفيد من هيدا الفكرة لانه موجود كورونا والوضع الصعب اللي موجود بس بعدين اكيد رح يبقى ستان ونفكر بنمط نضيفه على الانماط الموجود اليوم بالمزرح مين هي الفرق اللي رح تشارك بهذه الدورة الدورة الستعاش في عنا في كتير فرق مختلفة المهرجين رح يصير من مدن مختلفة منهم بيروت طبعا اليوم من جينيفا مدريد برلين تهران في اليوم الافتتاح على الساعة 5 بتوقيت فرنسا رح نبلش الافتتاح ورح يكون معنا ضيوف من مختلف أنحاء العالم فنانين عم بيقولوا همومهم عم بيقولوا قلقهم عم بيقولوا يمكن الافكار اللي إلا علاقة بيومياتنا اليوم إلا علاقة بالفن وبالسقافة كيف ممكن اشتغل فنانين من البرازيل ريو دي جانيرو بوغوتا بوركينا فاسو طبعا من كمان بيروت فرنساسون المهرجان السنة هو أكتر من المهرجان يعني بدنا نروح أكتر لنفكر شو علاقة الفن والسقافي بيومياتنا كيف ممكن الفن والسقافي يكونوا موضوديين بيوميات أكتر أدي هني فاعلين أدي ممكن نحنا كمان كناس عم يشتغلوا بالمهرجانات بالعروض شو معنات هيدا الشي وكيف نحن ممكن نتوار هل كان هناك صعوبات بإقناع الفرق بالمشاركة دون جمهور على المسرح بطريقة مختلفة ما ما بتصور كان في لما حسنا في صعوبة بإقناع الفرق بتصور ما في داعة يمكن لنفوت بنوع من إقناع إذا للفرق أو للفنانين لأنه الفكرة هي أكتر إلي علاقة بالموضوع بغض النظر مضبوط يمكن اليوم هم نعمل المهرجان على الإنترنت على الديجيت بس هيدا المهرجان هو ضمن مشروع ثقافي فالفكرة منا تعويض عن إنه ما في مسرح تاعة نعم المهرج لا هي الأساس في أفكار بدت نقال وعم نلقي لأطر مختلفة أو إطار ثقافي مختلف يعني كنا رفضين تماما يكون هيدا المهرجان على الفيسبوك أو يوتيوب أو كل السوشيال ميديا لها السبب قدرنا نخلق منصة اللي اسمها سيتان دوت لايف ليكون في إطار ثقافي فبهيدا الإطار الفنانين بتصور الأغلبية ما بدي عمم أكيد ما عنده مشكلة لأنه بيتخيلوا أنه المشاهد اللي بدي يحضر عم ياخد هذا القرار أنه هو يروح يشوف هذا العرض ما أنه بالصدفي راح يشوف هذا العرض وهذا مهم لإلنا أنه المشاهد يكون عم ياخد القرار يشوف العرض عم ياخد القرار يشارك ويكون فاعل وموجود أكتر من شخص مارق بالصدفي ويشوف خمس دقايق بعدين برفاء طبعا الفكرة مهمة المشروع المشروع البطار اللي محطوط فيه أكتر بكتير إذا بنا نحن نعرض هون أو نروح هون وكأنه عم نعرض بمسرح مختلف بس المهم المضمون يوصل ويوصل بالاحترام اللي هو موجود فيه والمميز أنه رح يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس بكافة أنحاء العالم بس لكن هل فقد شيئا المهرجان وما الذي فقده مع الطريقة الجديدة ما سمعت كل السؤال بس سمعت أوله بقدر جاوب أنه ما نفكر أنه المهرجان فقط بالعكس المهرجان توسع وهذا الفكرة المهمة اليوم في عروض عم تصير ببيروت لو يمكن لو ما في اللوغداون والكوفيد كانوا الناس ممكن يروحوا يحضر وهذا العروض اللي عم تصير ببيروت بس بنفس الوقت في عروض عم تصير بجناب بمدريد بالمدن الثاني الفكرة أنه عم نبلش بمشروع يمكن شوي كبير وسعب بس العروض اللي عم تتقدم ويمكن بيفتح مجال كمان لنفكر بالديجيتل بطريقة التلفية الديجيتل منه بس تعويض عن شي صار يمكن ولا هو ضد أنه نكون بالمسرح نحن أول ناس بدنا نرجع المسارح بدنا نرجع العروض بدنا نرجع نكفي بعروض نا ولكن فيه كمان عالم فضع جديد ممكن نختبره ممكن نكتشفه فيه كتير أفكار جديدة كمان ممكن يصير فيها تجارب منهم من هون ينطلق المهرجين من هذا المحل عمر بدي أذكر المشاهدين أنه سيرفق المهرجين حوارات ولقاءات ثقافية كمان وهو بيبدأ ماسا اليوم وبيستمر لغاية 30 نوفمبر الحالي المهرجين المهرجين يستمر لواحد ديسمبر العروض كان مهم لألنا يعني كل هاي تنشيل اللي عم قوله كان مهم يكون فيه كمان هون اللقاءات الحوارات اللي موجودة أو الأحاديث اللي عم نسميهم لنسأل الأسئلة يمكن اللي عم نطرحها لحالنا كل يوم شو معناتها نروح على الديجيطل شو معناتها نكون فنانين اليوم شو معناتها أو شو نوع العلاقات شو نوع الأحاديث اللي بيبدأ نطرح على حالنا وبنفس الوقت سؤال كبير للثقافي الثقافي قدي ممكن تكون موجودة وفاعلي وقدي ممكن تكون عم تتحرك بهذا الهامش اللي موجود بسلب حياتنا أكتر ما تكون شغلي بنعملها هيك بأوقاد الفراغ وهذا ونحن بنتصور هذا دور الثقافي دور الثقافي اللي تكون فاعلي وتكون مؤسرة وتكون عم تطرح أفكار تخلق لنا علاقات جديدة أو نفكر بعلاقاتنا وبحياتنا وبالسياسات الثقافية شكرا لك عمار بالتوفيق كل المشاهدين يمكنهم متابعة المهرجان على www.citern.com شكرا لكم مشاهدين وإلى اللي